اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من جلسة علانية من لواء الفحيص ومحص ونحن اليوم تحديدا في مدينة الفحيص التي تتوسط مدينتي عمان والصلد وتبعد عنهما أقل من 13 كيلو مترا وترتفع عن سطح البحر بألف وخمسين مترا مما يجعلها أحد مصائف الأردن مبان وكنائس تاريخية وتراثية تميز هذه المدينة كمنطقة القناطر والقرية التراثية وعلية العرنكي ومتحف الكنيسة الأرثوذكسية دير اللاتين البلد ودير الكاتوليك لتجعل منها معلما سياحيا بارزا وبيئة استثمارية آمنة تسودها أروع صور التلاحم والتناغم والتنوع الثقافي والفكري من خلال مهرجانها السنوي مهرجان الفحيص والمتاحث ومعارض الفنون وفعاليات مؤسساتها المدنية العديدة التي تعنى بالثقافة والفنون والموسيقى بعد أن كان مصنع الإسمنت الرابط على أرض هذه المدينة الشغل الشاغل لأهليها نظرا للآثار البيئية السلبية أغلق المصنع وحلت هذه القضية ليتحول الشغل الشاغل إلى تعاون في إيجاد حل يتناغم مع الاحتياجات البيئية وطبيعة حياة سكان الفحيص ويبقى السؤال ماذا حل بخطة مشروع تطوير البلدة القديمة في المدينة والذي أعدته البلدية بالتعاون مع مؤسسة إعمار الفحيص بهدف تعزيز مقومات السياحة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي للمدينة للحديث حول هذه القضايا وغيرها أرحب بداية بصبيال لحصان جمهور مدينة الفحيص أهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم على هذا الحضور كما أرحب أيضا بضيوف رئيس بلدية الفحيص عطوفة السيد جمال حتر أهلا ومرحبا بك كما أرحب أيضا بعضو مجلس محافظة البلقاء على اللواء الفحيص السيد نعمان الزيادات أهلا ومرحبا بك وأرحب أيضا بمدير إدارة شؤون المحافظات في وزارة الأشغال العامة والإسكان عطوفة السيد معن الربضي أهلا ومرحبا أهلا وشكرا أهلا بكم ضيوفي الكرام واسمحوا لي أن أبدأ مع رئيس بلدية الفحيص السيد جمال حتر وأبدأ معك بالمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع البلديات بشكل عام وتحديدا في الفحيص أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهكم كقطاع بلدي هدفه بدرجة أولى تقديم الخدمة لمواطنين المدينة حقيقة الحديث عن الواقع البلدي أو الخدمات البلدية هو حديث موسع باعتبار أن البلدية هي المؤسس الأقرب لنبض المواطن والاحتياجات المواطن الفحيص في السنوات الأخيرة توسعت إلى حد كبير وهذا التوسع طبعا واجهه تحديات وواجهه بنفس الوقت المغضلات أمامنا تحدي البنى التحتية التي كانت تتهم لسنوات طويلة بأنماط تقليدية سواء بالطرق أو مختلف الخدمات الأخرى أمامنا تحدي البيئة والسلام العامي هنا بنحكي بعد نهاية قضية مصنع الإسمنت ببعدها البيئي معنيين في عملية إدارة النفايات المنزلية والصلبة عنا التحديات الخاصة بالتنظيم والتوسع العشوائي التقليدي في غياب المخطط الشمولي لمدينة الفحيص أمامنا تحدي المعضلات المرورية الناشئة عن تحول مدينة الفحيص إلى مدينة عبور بين العاصمة عمان ومحافظة البلقاء والأغوار الجنوبية والتحدي الكبير هو بمس مستقبل المدينة كونه أصبح مرتبط بما هي تطوير موقع مصنع الإسمنت بعد انتهاء التصنيع والإنتاج فيه فجملة هذه التحديات هلين أدخل معكم في مسألة مصنع الإسمنت وهي قضية جدلية كانت موجودة لدى أهالي مدينة الفحيص وتمت الحلول بشكل تدريجي ولكن إلى أين وصلت الإجراءات والحوارات لمحث الإطار العام لمخطط المشروع في هذه المرحلة تحديدا يا سيدي بداية المصنع توقف عن الإنتاج وخلال الفترة الماضية كان فيه محاولات جادة بصياغة رؤية مستقبلية لاستخدامات وتطوير هذا الموقع وكان فيه جدل واسع على مستوى المجتمع المحلي في الفحيص مع الجهات الرسمية ومع إدارة الإسمنت وتقريباً إحنا كمجلس بلدي الحالي وصلنا من نهاية تقريباً الـ 2018 إلى تواصل مع الجهات الرسمية الحكومية ومؤخراً دخلنا في حوار وفي لقاءات برعاية الحكومة مع إدارة الإسمنت قدمنا مذكرة بتحمل معالم واضحة لرؤيتنا المستقبلية لتطوير واستخدامات هذا الموقع اللي بتراعي بشكل أساسي الأبعاد التنموية ومسألة الأثر البيئي ببعضه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على مستقبل مدينة الفحيص وبنفس الوقت أن هذا الموقع إحنا معانيين بعد معاناة 65 سنة ولكن أين المجتمع المحلي أهالي مدينة الفحيص من هذه الحوارات وهذه النقاشات هل تم أخذ رأيهم في وجهة نظرهم في ما الذي يجب أن يكون في هذه المنطقة لأنهم هم بنعانوا لمدة 65 عام كما ذكرت من هذه الأثار البيئية السلبة ولهم الحق أيضا في تقرير مصير هذه الأرض وبالتالي عودت النفع بالدرجة الأولى على المجتمع المحلي لأهالي مدينة الفحيص يا سيد المجتمع المديني كان دائما حاضر بالتفاعل مع قضية الإسمنت بكل أبعادها سواء تاريخيا بالقضايا البيئية أو بالفترة الحالية بما يتعلق بمستقبل استخدامات هذه الأراضي سأتي معك إلى تفاصيل أخرى ومواضيع أخرى وقضايا تخص البلدية سواء في مسألة خدمات أو تنمية وخصوصا إنشاء مركز مدينة ذكية خضراء وعنوان لمشروع تطوير الحضري المنشود الذي تحدث عنه أنتقل إليك سيد نعمان وأنت عضو مجلس المحافظة البلقاء على اللواء الفحيص كجسم جديد يتعامل معه المواطنون فيما يخص المركزية لديكم أيضا مشاكل وتحديات ولكن ما الذي تم إنجازه؟ ربما هذا السؤال يطرحه المواطن بالدرجة الأولى من المركزية في الفحيص من مشاريع سواء كانت مشاريع تخص القطاع الخدمي أو التنمو أحب أقول لك أنه موضوع الخدمات موضوعنا هو موضوع خدمات أكثر منه تنموي بسبب أنه كل المواضيع اللي انطرحت في اللامركزية هي خدمية فإذا بدأ أعطيك كل القطاعات اللي تم تخصيص إلها وخدمتها بالفحيص فالأربعة عشر قطاع الحمد لله فيه مشاريع ومشاريع منموسة في الفحيص الواقع كان فيه بداية اللامركزية كانت فيه معوقات أنا ما بنكر أنه تم إعداد الموازن لعام 2018 في غياب قبل انعقاد المجلس وقبل الانتخابات كان حظ الفحيص للأسف ما حصول الفحيص حقها مجحف بالمبلغ اللي تخصص لا حصول الفحيص اللواء ما حصول الفحيص تم تخصيص ستمية واربعين ألف دينار فقط أربعمية واربعين ألف لعام 2018 ما كان فيه أي خدمات عشرة من هذه القطاعات لا شيء مشاريع لا شيء ستمية واربعين ألف في أي عام؟ لا لعام 2018 في عام 2019 إجت الموازنة بمبلغ ستمية واربعين ألف دينار كان موقفنا واضح كما حصول الفحيص رفضنا الموازنة إنه ستمية واربعين ألف شبتها تعملها الفحيص ومحص لا تعمل شيء فكان تعاون من عطوفة محافظة البلقاء مشكوراً والمجلس المحافظة والمجلس التنفيذي فالشكر إليهم بوجه الشكر إليهم من خلال قناة المملكة تمت إعادة الموازنة وتم إعدادها من جديد وتم رفع المبلغ إلى 2 مليون واربع مخصصات لما حصول الفحيص فالمبلغ الضاعب وتم توزيعه على المشاريع حسب الأولويات يعني حصة لواء ما حصول الفحيص من موازنة 2019 كانت 2 مليون كانت 640 ألف لم رفعها إلى 2 مليون وربع 2 مليون وربع طيب شو اللي تنفذ من 2 مليون وربع في لواء ما حصول الفحيص أنا بدي أشكر أشكر جميع رؤساء الدوائر في محافظة البلقاء إن مشاريعنا اللي تم وضعها على الخطة العام 2019 لم يبقى منها أي مشروع دون تنفيذ وآخر مشروع اللي هلل حالي اللي هو الصيانة لنادي شباب الفحيص مركز شباب الفحيص العمل قائم إضافة إلى الصرف الصحي في حوض أم عليا كم أخذ مشروع الصرف الصحي؟ نعم لأنه هاي مشكلة في الفحيص ومحص مشروع الصرف الصحي كم أخذ من الموازنة؟ الواقع هو المشروع الوحيد المطروح مئة ألف دينار مئة ألف دينار نعم طيب ما نحكي ميزة تنفسية للفحيص الأثار والسياحة الأثار عشرين ألف دينار السياحة كم تم تخصيص من الموازنة؟ نفس الموازنة هل تعتقد بأنها كافية؟ اللي هي لتطوير خربة الدير والعمل جاري نعم لا عشرين ألف للأثار وعشرين ألف للسياحة هل هي كافية؟ مستمر مستمر على 2020 و2021 نعم 2020 و2021 نعم شكرا لك سيد زيادات أتقل إليك قبل أن أخرج إلى فاصل سيد معن الربضي مدير إدارة شؤون المحافظات في وزارة الأشغال الموازنة والإسكان مشكلة رئيسية يعاني منها أهالي مدينة الفحيص هي مشكلة الإزدحامات المرورية ومشكلة الشوارع في الفحيص هذه المشكلة تحديدا كيف تقرؤونها في وزارة الأشغال العامة والإسكان ورأيكم بواقع الحال الموجود الآن في المدينة من خدمات مقدمة من المركزية نتحدث عن وزارة الأشغال تحديدا أستاذ العزيز أنت تعرجت على السلام المرورية أو الازدحامات الازدحامات في الواقع هي غالبا ما تكون داخل المدن الازدحامات على الطرق الخارجية هي ازدحامات قليلة بما تعني بها وزارة الأشغال وزارة الأشغال المعنية في ثلاث اتجاهات الطرق القروية والثنوية والرئيسية وأزيد عليها الطرق الزراعية التي سعتها ست متر هي أصلا وزارة الزراعة ولكن تبنتها وزارة الأشغال العامة كونه في كوادر فنية للقيام بهذه الأعمال فالازدحامات المرورية التي تحدثت فيها أستاذ العزيز طبعا موجودة في كافة مدن المملكة لا بد من إيجاد حلول لهذه الازدحامات الحلول هي يجب أن تكون تشاركية سواء كانت بين وزارة الأشغال والبلدية أو بين وزارة الأشغال وحدود الأمانة إذا كان هناك أمانة عمانة الكبرى في ملاحظات يمكن حل هذه الازدحامات مثلا على سبيل المثال كما يتم العمل به في محافظات أخرى ومثلا على سبيل المثال تخصيص قطعة أرض وهذه الأرض يتم بناء عليها مجمع للكراجات والبلدية تعمل كأوتو بارك ومن ثم تحصيل مبالغ للبلدية يعني بقيمة ما يقارب مليون إلى 2 مليون دينار إذا كان بمقدور البلدية طبعا هذا العمل طيب كإدارة لشؤون المحافظات في وزارة الأشغال ومن مهامكم إدارة شؤون المحافظات فيما يخص ما ذكرته الطرق الأبنية الإسكانات واقع مدينة الفحيص لديكم ومن خلال الخطط الدورية التي تقومون بها ومن خلال مراجعاتكم وتقييمكم أضيضا ومرقبتكم كيف تقيمون واقع المدينة واقع المدينة واقع مدينة الفحيص سيدة إحنا بالنسبة أن كوزارة أشغال خلينا نقولك الآتي أنه كالفحيص إحنا مثلا لما تحدثنا وقلنا أنه في ازدحامات مرورية أخذنا على عاتقنا جزء بسيط ولو أنه حاليا يمكن أن نحل مشكلة آنية فيها اللي هي عملنا بديل طريق بطول 1 كيلو متر تقريبا و1.2 كيلو متر اللي هي اللي بتربط من مصنع الإسمنت باتجاه مدرسة المشرق لحل جزء من الأزامات المرورية هس الأمور الأخرى اللي تفضل فيها كمان زميلنا أبو إبراهيم أنه المدارس القطاع الصحي المدارس التربوي كلها يتناطبها وزارة الأشغال العامة بمتابعة تكاملة فيها كافة مناطق المملكة سنعود إليك في ما نفذ من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان في مدينة الفحيص تحديدا وأيضا من خلال ما يطرحه جمهور مدينة الفحيص أصفاص الأول وقصير مشاهدين الكرام في هذه الحلقة ومن ثم نعود لمتابعتها من مدينة الفحيص أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في جلسة علنية تحديدا من مدينة الفحيص مناقش الواقع الخدمي والتنموي وأيضا القضايا والملفات التي تهم أهالي مدينة الفحيص بس الآن مباشرة سنأخذ المشاركات من جمهور مدينة الفحيص الكرام تفضلوا أي مشاركة أو أي مداخلة حول ما تم عرضه في الجزء الأول من هذه الحلقة تفضل أنا اسمي جميل مضاعين نحن سكان شرق الفحيص نحن ظلمنا من سنة 2006 بسبب اكتطاع أحواض من أراضي الفحيص وتبعت لمدينة عمان إحنا صرنا خارج مدينة الفحيص مع أنه إحنا من أهل الفحيص والذي زاد الطين بله أنه الطرق كمان يعني غير كافية على وضعها الحالي اللي تربطنا بالفحيص فصرنا إحنا مقطوعين كمان يعني للأسف الشديد لغاية الآن بعدنا خارج التنظيم حتى وإحنا داخل أمانة العاصمة الآن في مشاكل طويلة الأمد اللي هي موضوع السير اللي تفضلوا فيه الأساذ الكرام للأسف الشديد وإحنا أهالي الفحيص عم بنعاني أشد المعاناة وخاصة إحنا اللي بشرق مدينة الفحيص أولاً مصلع الإسمنت الله يسهل عليه قطعنا عن مدينتنا والآن اقطعنا كمان إدارياً عن مدينتنا من كثر السير فمنرجو على الأقل يعني حل مؤقت تحطونا إشارة ضوئية بكفينانا نقطعنا عن بلدنا هذا وحده نقطة ثانية أنا بديش أخذ كثير بس يا أخوان المقبرة الفحيص يعني هذه معظلة كبيرة صارت بطل في مكان لقبر واحد اللي يحطوا بهذه المقبرة نرجو أنه إحنا نلاقي لها حل وشكراً بديشوها أكثر من هيك منها شكراً أكتور عادل داود فضل دكتور للأسف الشديد أن التوسع الآن في مدينة الفحيص هو في مناطق غير منظمة ويتم فتح شوارع كما يحلو للأهالي اللي يبنوا مباني جديدة في مناطق غير منظمة أنا بقوله هنا وبناشدكم من هون أنه تنظيم هذه الأراضي قبل ما ينبنى عليها لأنه بعد ما ينبنى عليها راح يكون هناك في صعوبة في فتح الشوارع التنظيمية بعد الإعمار هذا النقطة الأولى النقطة الثانية بالنسبة للعطاء مدينة الفحيص هذا العطاء تم رفضه ألا يرقل أي عطاء دكتور عادل؟ عطاء الأشغال لمدينة الفحيص هذا العطاء كان ضروري جدا لمدينة الفحيص وغير من غير ممكن أني أنا أجمد مدينة لمدة سنة أو سنة أو أكثر بدون مشاريع وبدون إنجاز مشاريع من أجل الاختلاف على شارع معين كان الأجدر إسقاط هذا الشارع أو تغييره أو تبديل النقطة الخلاف بيننا وبين الأشغال أو بيننا وبين البلديات وأعتقد رئيس البلدية سوف يفيدنا أكثر بهذا الموضوع اللي هي بالنسبة كما تفضلت في مقدمتك عن مصنع الإسمنت لم تحل ما زال مصنع الإسمنت جاتم على أرض الفحيص ما زالت أراضي اللي استعملها مصنع الإسمنت تنتظر استحقاقها البيئي ضمن القوانين الأردنية ومن ثم نبحث موضوع المشاريع وموضوع الأراضي ومستقبل الأراضي أما أن نبحث مواضيع قبل أن ينقل هذا المصنع من مكانه والذي يستغرق أكثر من خمس سنوات نقله وقبل استحقاق الأراضي إعادة الإصحاح البيئي لها نجي نبحث مشاريع وموضوع مشاريع خليك معنا دكتور عادل خليني أشرك رئيس البلدية سيد جمال تم إجراء دراسة أثر البيئي لبرنامج رحيل أو نقل فك ونقل الخط الإنتاج الأول السنة الماضية وقبل شهرين تقريبا أجريت دراسة الأثر البيئي لخط لفك ونقل الخط الإنتاج الثاني دراسة الأثر البيئي للخط الأول أشارت أنه عملية الفك ونقل رح تستغرق تقريبا حوالي 290 يوم وبفترض أنه الخط الثاني تقريبا رح يطلب الأمر بنفس الطريقة فأحنا قاعدين بنحكي مش على قضية صغيرة للنقل هي عملية ضخمة عملية لجوزية ضخمة بتطلب تخصصات وإجراءات فنية كبيرة عمليا هذه مش محكومة بإرادة البلدية أو بالبرنامج الزمني اللي بتضع البلدية هي من اختصاص الشركة باعتبار أنه هي المالكة وهي الأدرة بتفاصيل عملية النقل اللي تفضل فيه الدكتور بما يخص الجزئية الثانية وهي المهمة اللي هي عملية إعادة تأهيل الأراضي طبعا إعادة التأهيل الأراضي هو متطلب قانوني القانون الأردني بفرض إعادة التأهيل على أي منشأة تعدين بتتم بأي موقع من مواقع المملكة وهذا أقر طبعا وأكد عليه دولة رئيس الوزراء إثناء لقاءنا في رئاسة الوزراء كمجتمع وكبلدية وبالتالي لعادة التأهيل وبرنامج إعادة التأهيل لازم يتم لحد الآن لأنه إحنا ما مشينا باستكمال إجراءات التفاوض مع إدارة المصنع فالبرامج الزمنية المرتبطة بالفك والرحيل وإعادة التأهيل وبداية التعامل مع مستقبل استخدامات الأراضي للأسف ما وصلنا لحد الآن بهذه المرحلة إحنا قدمنا زي ما ذكرت في البداية مذكرة واضحة المعالم بكل إطارها القانوني والفني والبيئي لدولة الرئيس وبنفس الوقت لإدارة المصنع بعد عدة لقاءات لإدارة المصنع طلبت مهلة حتى أنه تطرح الرؤية التي قدمتها بلدية الفحيص على المستشار الهندسي المهلة التي طلبت طلبها المهلة كانت حقيقة يفترض أن تنجز خلال الشهر كانون الأول الحالي لكن إدارة الشركة انشغلت بقضايا عمالية خلال الأسبوع الماضية وأعطت الأولوية لحل القضايا العملية أقدمت بلدية الفحيص على عمل اجتماع عام في مشكورة في هذه القاعة وتم زي ما تفضل رئيس البلدية المحترم مخرجات اللجان إلا أن هذه المخرجات أخذت بها البلدية دون عرضها على أهل الفحيص أنا قرأت هذه المخرجات فيه هناك نقاط كثيرة خلافية وبالتالي كان الأجدر بعرض هذه المخرجات التي أعدتها اللجان عرضها على أهل الفحيص لأخذ الموافقة عليها السؤال الأخير بخص المركزية بالسؤال الصغير هل تم هناك استغلال جميع المبالغ التي أتت من المركزية ولا في مشاريع لم تنفذ وعادت المبالغ إلى المركزية شكرا لكم أنا فيصل سويسك أولا بخصوص الأزمة المرورية هذه الأزمة المرورية هي أزمة يعاني منها أهالي مدينة الفحيص عبر عدد كبير وطويل من السنوات البلدية وضعت خطة والعديد من العطاءات اليوم العطاء الأساسي لتخفيف الأزمة اللي مدينتنا بسوعب أكثر من خمسين ألف سيارة تنطقل ما بين الفحيص وعمان والسلط ومدينة ماحس الجارة العزيزة فإذا توقف هذا العطاء لعام 2019 وهذا عطاء مهم يعني البلدية أقرت بأنه مهم ماذا نمتلك اليوم من مفاتيح لحل هذه الأزمة حتى لو كانت آني القضية الأخرى بأنه اللامركزية موازنتها تجاوزت 2 مليون و2 ألف للواء ماحس والفحيص ونسبة الإنجاز لا تتجاوز الـ 15% رغم بأنه هناك جهود حثيثة من قبل عضو اللامركزية في مدينة الفحيص وأيضاً ماحس فما هي المعوقات والأسباب التي تجعل من ميزانية تتجاوز الـ 2 مليون و2 ألف لا ينجز منها إلا 10 و15% أما الأستاذ الربضي أهلاً بك بخصوص الشواخص المرورية في مدينة الفحيص يعني لا على دوار نعرف لمين الأولوي ولا في المدارس في شواخص بدلنا بأنه هنا في أطفال وطلاب القضية المهمة في قضيتين مهمات إذا تسمح لي أستاذ عبد الله بأنه نحتاج إلى حديقة يعني مدينة الفحيص التي لديها العدد كبير من المؤسسات ولديها شباب مثقف لماذا لا يكون هناك حديقة حقيقية خاصة أن حديقة أشبيليا تعاني من إهمال حقيقي القضية الأخرى اليوم نتحدث عن الشباب بخجل يعني لا يوجد إشراك حقيقي للشباب بصناعة القرار وأيضاً نلوم في أنه هناك أيضاً الشباب لديهم تقصير ممكن بأشغالهم ممكن في عدم اهتمامهم في بعض المواضيع لكن علينا أن نتدارك جيداً بأننا نحن من نحمل الراية للمستقبل فإذا إحنا ما قدرنا نأهل شبابنا اليوم ونخليه شباب قادر ويملك الأدوات فصعب أنه إحنا نسلم الراية من بعد كبارنا شكراً شكراً فيصل بالمناسبة كم تخصص لقطاع الشباب؟ تقاع الشباب مئة وعشرين ألف دينار مئة وعشرين ألف نعم لمركز شابات الفحيس كمان عشرين ألف دينار وتم العمل فيها طيب خلينا نأخذ كمان أسئلة إذا سمحت لي ونرجع للأجوبة مرة ثانية طبعاً فضل تريز زيادة تريز زيادة فضل فأنا بدي أحكي عن مؤسساتنا في مؤسسات عندنا كتير كل واحد إلى أهداف يعني تقوم في خدمة المجتمع كجمعيتنا إحنا تأسست من عام 1973 ولازال ليس لها مركز نشكر بلدية الفحيس اللي حاضنة أغلب المؤسسات الموجودة بمكتب أو ما شابه فأنا يعني طلبة إنه بدنا المؤسسات هذه والبلدية مشكورة كمان وعدتنا إنه تعطينا أي قطعة أرض نقوم فيها على بناء هاي المؤسسات نجمعها لتقدم أهدافها اللي كل مؤسسة من مؤسساتنا تقوم بخدمة مجتمعية لبلدنا للتثقيف وتقوية الطلاب وكمان تثقيف المرأة وتنمية المجتمع لذلك إحنا بنطالب إنه بدنا مقر لهاي المؤسسات يعني وساحات اللي تقدر تقوم بأعمالها اللي بتطلب عمل هاي المؤسسات شكرا شكرا سيدة عبير السلمان من خلينا نحكي الأشياء اللي بشعر إنه صارت مهمة جدا إقامة نادي لكبار السن والتركيز على قطاع السيدات يعني للرجال في عنا الجمعية الخيرية الأرثوذكسية بتغطي جوانب الترفيه وجوانب ثقافية خلينا نحكي للذكور أما السيدات فنطمح لعمل هذا النادي خاصة وأنه انطلق بجمعية السيدات في حيث العاملات قبل فترة مشروع كبار نبر كتنا فنأمل من دولتنا الكريمة إنه تدعم إقامة نادي لكبار السن وأيضا نتمنى كمان إنه إقامة حدائق مرورية بمدارس التربية اللي تابعة لوزارة التربية والتعليم ونتأمل أيضا إقامة مكتبة هاي المكتبة خلينا نحكي فيه اهتمام عالمي بالعودة إلى الورقيات لأنه عالم الإلكترونيات سلب طلابنا وأخذنا من الكتاب فنطمح بإقامة مكتبة ممكن تكون تابعة لبلدية الفحيص مثلا وتدعم من قبل وزارة الثقافة بتغذيتها للكتب حتى نعود إلى أهمية الكتاب شكرا ونقطة أخيرة جدا يعني ممكن نوجه للمركزية نقطة إنه ممكن نعمل مثلا بصانع إنتاجية بمدينة الفحيص يعني وين في أولويات تشغل أيدي عاملة كثيرة مثلا بمبالغ قد تكون زهيدة جدا يعني قد يكون مشغل للخياطة إنه إحنا نجيب أكمن ماكن للخياطة في كثير سيدات عندهم هاي الميول والتمويل أعتقد إنه مش مكلف جدا حتى نمشي خدميا وتنمويا بمسارين متوازيين وآسف للإيطالة وكل الشكرة شكرا ستة بيرش سؤال آخر عيد بوالصة عيد بس أنا عدي نقطة صغيرة إنه مشكلة الكلاب الضالة يعني البلدية قدمت حلول يعني ملموسة بس إحنا للأسف في منطقة حمر ما وصلنا إشي يعني خصوصا بالفجر وبالليل بيجي فوقي يعني 12 كلب الضال يعني إحنا أصلا من خاف لطمابة الدار بالليل من كثير الكلاب وبس هاي نقطة رحيدة شكرا لك طيب مداخل الأخرى عيدر سهب قوار عدو مجلس بلدي أهلا أتمنى أن تتحول المواضيع الخدمية إلى تنموية وأحنا بحاجتها يعني في قضية ممكن تنطلق من محافظة البلقة وتتعمم على باقي المحافظات اللي هي هذه المبالغ بدل ما تروح حدر بالنهاية مشروع تنموي مثلا فرز النفايات ولكن في المعضل اللي هنا بموضوع فرز النفايات اللي هي إقابة المصانع حتى تستوعب النفايات الممكن توصل لها لذلك مشروع واحد للمحافظة كاملة براس مال كويس بيقدم الكل يعني فيه جوانب إيجابية كثيرة إلو بالنهاية المصنع بيستوعب المواد اللي ممكن تتورد له زائد تشغيل أيدا عاملة للمنطقة وبالنهاية إحنا يعني موضوع النفايات إحنا كثير متأخرين لأن العالم سبقتنا كثير بهذا المجال ممكن نبدأ بمصنع ورق ممكن نبدأ بمصنع بلاستيك ونعلم طلابنا في المدارس قليل الفرز وبالنهاية توريد هاي المواد وبتمنى أنه يتحول لمركزية حتى تثبت هاي التجربة بشكل إيجابي تتحول من خدمي إلى تنموي شكرا شكرا سيد سيدسي مهندس طارق بدران أنا بس بأخذ الجانب البيئي اللي تفضلوا فيه الإخوان بس نقطتين تحديات كثير اللي أعطيم العافي النقطة الأولى الفحيص وغرب عمان الملاسق للفحيص بمتازه بكثافة شجر البلوط اللي شجرة الوطنية للأردن عمليا بغياب المخطط الشمولي يتفضل فيه مهندس جمال واللي عم بحصل من خلال التوسع العشوائي هذا سيؤدي لا سمح الله بدمار هذه الميزة الخضراء إذا ما كان فيه تشريعات تساعد على حفظها طبعا التشريعات ممكن تنعمل بس نتحافظ على الغطاء الأخضر النقطة الثانية اللي أتفضل فيها لأستاذ نعمان إنه ميزانية المجاري مئة ألف طبعا هي لا شيء مقارنة بمدينة زالي فحيص ومقبلة على توسع أنا باعتقادي لازم أنا الأواني نفكر خارج الصندوق ونفكر بطريقة مختلفة جدا بمشاركة القطاع الخاص ومن خلال العالم تطور بالخارج من محطات معالجة المياه واللي صارت على مستوى مدن وضواحي وأحياء وبالتالي ممكن نحن نستفيد نضرب عصفرين بحجر إنه نوفر شبكات مجاري بتكلف مئات الألوف على الدولة وبنفس الوقت نستفيد من هذه المي برضه للموضوع البيئي إنه يصبح فيه زيادة الرقع الخضراء فمن هذا المنطلق أرجو أن دول النقطتين يأخذوا بعين الاعتبار وهذا مطبق عالميا يعني مش عن بفتبس وهذا مطبق عالميا شكرا شكرا سيد خلينا نأخذ الإجابات إذا سمحتوا لي وإجابات سريعة إذا سمحتوا لي ضيوفي الكرام رح أبدأ معك سيد جمال وأنتقل بالترتيب بحسب ما جاء من ملاحظات أول شي هل عندك إجابة لملاحظة جميل الاقتطاع أحواض من أراضي الفحيس وتبعية أراضي للأمانة بشكل أو بآخر سيدي عملية الاقتطاعة تمت بمقبادرة من أمانة عمان وأخذت مراحلها القانونية الآن ذاك رغم الإعتراضات طبعا التي قدمت قضائيا ومجتمعيا من أهالي الفحيس نحن الآن أمام أمر واقع وطبعا نحن من منظورنا هذه مثلت خسارة كبيرة خسارة كبيرة لأنه هذه جزء من أولا الفحيس وثانيا هي جزء من الغطاء الأخضر اللي بتمتاز في المنطقة طبعا نحن مع أمانة عمان وتحدثنا مع معالي الأمين بالموضوع ومعنيين بأنه خاسرة عمان اللي هي الأحواض هاي زائد أحواض الفحيس أنه نحافظ على الغطاء الأخضر قدر الإمكان طبعا مسألة أخرى ذكرها السيد جميل مقبرة الفحيس شو الحلول مقبرة الفحيس الحلول اللي بترحها المجلس البلدي أنه نحن نبحث عن مكان بديل طبعا دكتور عادل داود يتحدث عن التوسع في المدينة ومناطق غير المنظمة ويتحدث عن نقطة مهمة الفحيس لوين وصلت في مسألة التنظيم وأيضا عطاء الأشغال اللي تحدث عنه تم إيقافه بسبب خلاف على موضوع شارع أو في هذا القدر سيدي إذا سبحت لي خليني أبدأ بموضوع التنظيم نحن بنحكيها بكل أسف أنه قضية التنظيم هي قضية وطنية أولا حاليا نحن سعينا بأنه نقوم حتى تواصلنا مع مؤسسة دولية اللي هي United for Smart Cities على أساس أنه يتبنوا مشروع تطوير الفحيس بالمنظور التنظيم الحضري السليم ولكن أيضا استطمنا بالقضايا التمويل اللي هي معضلة وأنا بهالجانب أعتقد أنه في مسؤولية كبيرة تحديدا على وزارة البلديات أنه تتبنى عملية وضع مخططات شمولية لكل البلدات الأردنية لأنه البلدات الأردنية ومنها الفقيص التوسع العمراني العشوائي أصبح عبئ على التنمية وعبئ على الخدمات وإرهاق لموازنات أي بلدية تصريحات مؤخراً بالدراسة المستعجلة للحد من الأزمات المرورية وجاءت ضمن العطاء بكلفة مليون ومية وسبع وسبعين ألف دينار وهي بانتظار موافقة وزارة الإدارة المحلية على العطاء لحل مشكلة الاختناقات المرورية لأين وصلت بهذا الملف ربط ملاحظة الدكتور عادل مع فيصل تقدمنا بالعطاء وصار في مراحله الكاملة وبآخر مرحلة التي هي طلب موافقة الوزارة على إحالة العطاء للأسف يبدو أنه كاين فيه اعتراض معين أدى إلى الوزارة بأنه تتبنى عملياً عدم الموافقة على المشروع حالياً لأنه أعدنا أو طلبنا من وزارة الإدارة المحلية إعادة النظر بقرار عدم الموافقة وإحنا عملياً بانتظار الجواب وبنأمل أنه يكون الجواب إيجابي لأنه كان مرتبط بشارع محدد وإحنا وجهة نظرنا أنه السير بأعمال المشروع وإخضاء الشارع لدراسة هندسية وفنية حتى أنه يتم البتكة أسمح لي أيضاً من ضمن تصريحاتك هذا حل مؤقت الذي تم طرحه نعم الذي هو شارع البكالوري ولكن حل جدري اقترحته البلدية للحد من شاكل مرورية بشكل كلي وتم إعداد دراسة فيه ضمن كلفة تقديرية تصل إلى 6 ملايين ونصف تقريباً وموجودة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان خلينا أسمع رأيك مهندس معين عشان نكون دقيق معك لربط جسر تقاطع أم منعاج بتقاطع البكالورية دون المرور بوسط البحيص بطول 2 كيلو متر تقريباً وزارة الأشغال العامة والإسكان بما يخص هذا الطريق نعمل شيء إلى ثلاث أجزاء الجزء الثالث نفذ والجزء الثاني نفذ والجزء الأول لغاية الآن لم ينفذ الجزء الثالث اللي نفذ من جسر أم منعاج لتقاطع الحمر هذا نفذ كامل في سنوات سابقة ومن ثم الجزء الثاني من تقاطع الحمر لغاية دوار شاكر الجزء المتبقي هو الجزء اللي بدخل داخل مدينة الفحيص أنا أستاذ العزيز زي ما تحدثت قلت لك أن هناك أنظمة وقوانين تضبط الوزارات فأنا ما بقدر أدخل كوزارة أشغال على أي شيء ما بخصني تبين إلينا بعد الدراسة أن هذا الطريق الموجود حاليا الجزء الثالي اللي هو الجزء الأول اللي يجب تنفيذه تبين إن هذا الطريق هو غير مستملك لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن هذا المنطلق أنا ما بقدر أجي أدخل وأشتغل بهذا الطريق دفع منك بأنه بناءً على الأنظمة والقوانين هذه الطريق غير تابعة لوزارة الأشغال تابعة للبلدية بالزرع ومسؤولية تنفيذ هذا الطريق تقع على البلدية على البلدية في دراسة زي ما تحدث في دراسة لإشي دائري للفحيص هذه الدراسة ابتدأت ولكنها لم تكتمل لغاية الآن السبب؟ السبب هو أبدأك تقول بداية إنه مادياً مخصصات مخصصات للدراسة مخصصات للدراسة نعم طيب إذا بدأت وين وصلت المرحلة؟ إذا بدأت تكمل المرحلة يجب تخصيص صادر المبلغ عن طريق جماعة المركزية طيب كم المبلغ المحتاج لتمام الدراسة؟ ما عندي ما عندي أنطيك رقم بالضبط لكن لا يقل عن 200 ألف دينار 200 ألف دينار طيب للدراسة أنا بحك عن دراسة مسألة يعني دراسة تقف على 200 ألف دينار فقط؟ كدراسة لا يوجد مخصصات وزارة الأشغال لإكمال هذه الدراسة؟ لا مسيدي هسي إحنا وزارة الأشغال العامة والإسكان كل مخصصات جل مخصصات وزارة الأشغال العامة والإسكان تأتي عن طريق اللام مركزية يعني أصبحت مخصصات وزارة الأشغال كل هذه الطرق عن طريق اللام مركزية طيب رح أرجع لك سيد الزيادات بس خليني أخذ وجهة نظر سيد جمال أولا مسألة ربط المحافظات هي مسؤولية لوزارة الأشغال وبالتالي عملية التنظيم أو ربط المحافظات يفترض أنه تم وفق الدراسات ورؤية شمولية رؤية شمولية اللي فعلا تكون تدرس هالاحتياجات بالكامل هلا أنا ذكرت في بداية الحديث أنه في غياب شريان مروري يربط محافظة العاصمة مع محافظة البلقاء تحولت مدينة الفحيس إلى مدينة عبور إحنا كمجلس بلدي في غياب أي تصور من قبل وزارة الأشغال بالموضوع تقدمنا تقريبا بشهر تسعة الفين وسبعطع يعني بعد انتخابات المجلس البلدي الحالي بأقل من خمس أسابيع تقدمنا بمكترح والمكترح هذا خضع للدراسة من قبل اتحاد المستشارين اللي وضع بديل خارجي يخدم العاصمة مع محافظة البلقاء والأغوار الشمالية والخيار الثاني يربط الأغوار الجنوبية ومدينة ماحص برضو من عمان وهذا طبعا كان له مخصصات او كلف تقديري وضعت بالدراسة وبعتقد انه هذا مسؤولية الوزارة انه تبحث بالحد الأدنى انه تضعوا على الخارطة وتضعوا ضمن أولوياتها سواء كان اذا كان هذا المكترح هو بلب الاحتياجات او وضع بدائل اللي تحل المعضلة الربط لانه معضلة الربط رح تأثر حتى على مسألة المشاريع التنموية في محافظة البلقاء يعني سيد معان بتحدث انه تم تنفيذ الجزء الثالث والثاني وبقيها موضوع آخر هذا اظنني بحكي عن موضوع آخر لانه اللي تفضل فيه المهندس معان بحكي عن مشروع البكالوريا ام منعاج وهذا كان انطرح بسنة الفين واربعطاش على ثلاث مراحل اللي هو الحل المؤقت الحل لا هذا هو طريق البكالوريا ام منعاج ما له العاقة بالحل الجذري اتنفذت المرحلة فيز ثلاثة وفيز اثنين الفيز الرئيسي من دوار شاكر باتجاه البكالوريا للأسف ما تنفذ يعني هو بيقول لك هو خارج نطاق شغل الوزارة تقدروا انت تشتغلوك بلدية ولا لا اذا كان خارج اطار شغل الوزارة ليش طرحت وزارة الاشغال العطاء واحالته على مقاول وتنفذ فيه مراحل ثنتين وبقية مرحلة واحدة هي مسألة لانتنو شارع نافذ خلينا نسمع وجهة نظر السيد مع السؤال منطقي يعني اذا كانت الوزارة خارج نطاق عملها ليش تطرحوا العطاء ويتنفذ الجزء الثالث والثاني وتكتشفوا فيما بعد انه الجزء الاول خارج نطاق ادارة سيدي انا منطق اشي موثق مية بالمية ان شاء الله الجزء اللي تم العمل فيها هي مستملكة لصالح وزارة الاشغال العامة والاسكان يعني الاجزاء التي تم العمل فيها هي مستملكة لصالح وزارة الاشغال العامة والاسكان الجزء الثالث غير مستملك لانه سعته التنظيمية من 16 ل 18 متر يعني السؤال هون سيد معل انه الان عملت دراسة قبل طرح العطاء صح؟ نعم الدراسة ما بيرت قبل طرح العطاء انه الجزء الاول غير مستملك فما في فايدة أن نشتغل جزء الثالث والثاني الدراسة التي عملت عملت فقط الجزء الثالث والجزء الثاني الجزء الأول ما كان على دراسة نهائية يبدو بأن السيد جمال عنده وجهة نظر مختلفة فيما تفضل فيه سيدي إذا تكررت أولا العطاء لما طرح من وزارة الأشغال طرح بالثلاث مراحل وليس بمرحلة وحدة وللأسف طبعا كلام الذي تفضل فيه المهندس معه هو سليم المخططات نزلت على افتراض أن الشارع هو بساعة 20 متر ولكن اتضح بعد مباشرة العمل أنه تنظميا هو بساعة 16 متر ونتيجة لهذا الخلل بالبيانات تم الإعاز وبلدية الفحيص أخذت قرارات أولا أو للتصحيح تم اتخاذ قرار بتوسعة الشارع إلى 20 متر وتم الإعاز لبلدية الفحيص لصرف التعويضات الاستملاكات على مسار الطريق وعمليا البلدية لحد الآن دفعت تعويضات بقيمة أكثر من 184 ألف دينار هذا بإعاز من وزارة الأشغال ومن وزارة البلديات والهدف منه استكمال الاستملاكات حتى يتأتى لوزارة الأشغال أنه تكمل المرحلة الثالثة الرئيسية يعني مشان يتماشى النظام والقانون فبالتالي أحنا من كبلدية قمنا بالمطلوب منها بتغطية كلها في الاستملاكات وهذا بالتنسيق مع وزارة البلديات ووزارة الأشغال وبنعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة التزام وزارة الأشغال بأنه تكمل الجزء الثالث والأهم من الطريق شكرا الله خلينا نتجاوز هذه النقطة لأنه لم يتبقى وقت كثير أنتقل إليك سيد الزيادات فيما يخص سؤال الدكتور عادل داود رح أجمل لك كل الأسئلة رح نحاول نجاوب عنها بأنه استغلال جميع المبالغ هل تم استغلالها اللي تم طرحها وأيضا سؤال لفيصل عن نسبة الإنجاز يتحدث بأنها لا تتجاوز 15% شو الأسباب والمعويقات اللي يتواجهكم أنه جميع مشاريع الفحيص بالحوالى مليون تقريبي تمت وخلال الأسبوع القادم إن شاء الله كنا رايحين نحتفل مع بعضنا بآخر مشروع اللي هو مشروع نادي شبع بالفحيص ومركز شابات شابات الفحيص نسبة الفحيص رح تكون فوق 90% إلى 95% إذا ما تعدت للمية وممكن إننا نأخذ من زملائنا بالمحافظة بالألوية الثانية حتى نزيد على المشاريع فأنا ببشرك إنه مشاريع الفحيص كاملة وغير منقوصة جرش واحد هذا بالنسبة للسؤال الأخوة في مسألة أخرى أيضا ستعبير السلمان تتحدث عن ليش ما تكون المشاريع اللي تقوم بتنفيذها المركزية لا تختص فقط في القطاع الخدمي لماذا لا يتم إقامة مشاريع تنموية مثل مصانع وأيضا مشروع تنموي تحدثت فيه السيدة السهام يعني مطالب بتحويل ليس فقط مسألة خدمات وإنما قطاع تنمو الواقع على السنة القادمة تم تقصيص مبلغ معلش لو كان مبلغ بسيط اللي هو خمسين ألف دينار للجمعيات الخيرية حتى تقوم بعمل مشروع فإذا عملوا أي مشروع واتفقوا على مشروع يكون تنموي ويعود بالنفع للجمعيات حتى تسدد أقل ما فيها مصروفة مصروفة اللي هو بإيجار والأمور هذه فأنا جاهز تم تخصيص خمسين ألف دينار وعلى استعداد يكون مئة لمئة وخمسين ألف دينار في العام القادم لكن السؤال سيد نعمان السؤال إذا سمحت لي مشاريع تنموية كبيرة لا يمكن تنفيذها من خلال المشاريع المركزية الآن لم يتم أي تنفيذ مشروع تنموي كبير مشاريع زي ما حكيت بسيطة على أساس أنه نشوف تجربة بداية تجربة سيد فاضل مسألة السملكات تحدثت السيدة أيضا تريزة عن مسألة بحاجة إلى قطعة أرض هل تواجهون مسألة صعوبة في الاستملاك استملاك قطع أراضي وهل تستطيعون مثلا منح هذه القطعة سواء أنت أو حتى السيد جمال هذا اختصاص فضل سيد جمال أخوي جمال السيد هو الاستملاكات داخل حدود البلدية هو من اختصاص البلدية هلأ احنا طرحنا لأنه في متوفر لدى البلدية قطعة أرض وإحنا طرحنا المكترح على المؤسسات على أساس أنه يتم إنشاء المشروع فهي المعضلة هي مش في الأرض بقدر ما أنه بإيجاد تمويل لإنشاء المقر اللي هو خارج اختصاص البلدية ومش ضمن الإمكانيات المتاحة فيها طيب أجوبة سريعة سمحت لسيد جمال ملاحظات السيدة عبير تتحدث عن إقامة نادي لكبار السن والاهتمام بشكل أكبر بقطاع المرأة إقامة حدائق لمرورية للمدارس وأيضا مكتب عامل البلدية هل هذا متواجد أو لا بالإضافة لملاحظات أيضا حول الكلاب الضالة ذكرها السيد عيد في منطقة الحمر سيدي بما يخص يعني النادي للمسنين هي فكرة بجوز انطرحت ومشكورة عليها حاليا وبسوأ أن نتفكر فيها بشكل جدي وهذا شيء مهم الحدائق مسألة الحدائق في حدائق بالفحيص حوالي عددها ثنتين واحدة تقريبا بطور إعادة التأهيل اللي هي حديقة بشيليا القطعة الثانية بلدية الفحيص طرحتها لاستثمار كمتنزه وحاليا نحن في طور استكمال الإجراءات على ضوء تجربة البلدية السابقة طيب أنتقل إليك سيد معنى إذا سمحت لي في سؤال حول الشواخص المرورية أيضا طرحوا فيصل في المدينة عدم وضوح ولربما نقص في هذه الشواخص هل هي مسألة تابعة لكم؟ لا سيد إذا كان يقصد داخل المدينة فهي تتبع للبلديات أما إذا كان يقصد فيها الطرق الخارجية نحن على استعداد عن طريق مكتب الموجود في أنه تعزيز هذه الإشارات كان من شاء الله طيب فضل سيد جمال على هذه الملاحظة الشواخص المرورية في المدينة سيد الشواخص المرورية حقيقة نعم معظم الطرق الداخلية تفتقر إلى شواخص مرورية الاعتبارات كثيرة أنه تاريخيا الطرق الداخلية ما كانت تتم أولا بمعايير الهندسية السليمة مية بالمية أن الطريق تتنفذ على مسارات هندسية على مقاطع أرضية سليمة وبالتالي معايير السلام العامة أنه تتوفر فيها هي مرتبط بالكلف المتوفر لدى البلدية والتي بتغطي الأولوية دائما لتوفير الطريق للمواطن وبدون إعطاء أولوية للسلام المرورية هذه حالة عامة بالأردن مرتبطة بالإمكانيات أكثر من منها أنه يعني موجود تصور بهذا الخلل ولا لا نعم موجود الخلل طيب أنا أحاول أجمل كل الأسئلة عشان ما نترك ولا سؤال لأي حد من الجمهور سيد طارق أيضا سأل عن كثافة شجر البلوط وغياب المخطط الشمولي ويتحدث عن دمار الميزة التنفسية ربما للبحيس بشكل عام اللي هي المنطقة الخضراء والحفاظ على هذه المنطقة يعني جزء من الحل اللي تفضل فيه المهندس طارق بأنه تنعطى المنطقة أحكام خاصة بحيث أنه أنت تحاكي الحاجة على لإبقاء الغطاء الأخضر كما هو وتكيف عملية البناء بحيث أنه تحافظ على الأشجار الحرجية في مكانها وبنفس الوقت أنه استعمال تقنية الأبنية الخضراء اللي بتعالج قضية توفر المياق قضية توفر أو معالجة هذا كله أنتم بتشتغلون في البلد هذه ما بنشتغل فيه بسية رؤية مطروحة وبالتالي بمنظوري الشخصي لأنه ما نطرح بشكل عام منظوري الشخصي أنه الحل الوحيد للمحافظة على هالغطاء الأخضر أن المنطقة تنعطى أحكام خاصة متميزة بكل المعايير ضمن المعايير المعمول فيها دولية حولي اسم حولي رح أتجاوز بس لدقيقة واحدة لكي أعرف عن مشروع تطوير البلدة القديمة في المدينة اللي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة عمر البحيس شو الجديد فيه خصوصا أنه كان فيه زيارة لوزيرة السياحة وتم الحديث عن أنه هذا المشروع رح يحرك عجلة الاقتصاد المحلي للمدينة لوين وصل المشروع سريع يا سيدة عمليا هناك تصور واضح لتطوير البلد القديمة تم سياقته بالتعاون بين بلدية الفحيس ومؤسسة إعمار الفحيس وعلى أساس أنه يتنفذ المشروع على أربع مراحل طرحت الرؤية بشكل متكامل أمام معالي وزيرة السياحة لكن الموضوع مرتهن بوجود تمويل حتى أنه المشروع يرى النور الفحيس في عندها إمكانيات وفي عندها واضح حتى تكون مدينة استقطاب سياحة بالمعنى الحقيقي والمرافق السياحية والخدمية الموجودة هي من أعلى المستويات الموجودة بالمملكة وبالتالي الاستثمار بها الجانب أنا أعتقد أنه مصلحة وطنية توقف لحين توفير التمويل نعم بالضبط شكرا سيد جمال شكرا لكم ضيوفي الكرام أشكر بداية صبيان لحصان جمهور مدينة الفحيس الكرام على هذه التلبية لهذه الدعوة شكرا جزيلا لكم وأشكر أيضا رئيس بلدية الفحيس عطوفة السيد جمال حتر شكرا جزيلا لك شكرا لك أيضا عضو مجلس محافظة البلقاء على اللواء الفحيس السيد نعماني الزيادات شكرا جزيلا لك وأيضا شكرا لمدير إدارة شؤون المحافظات في وزارة الأشغال عامة والإسكان عطوفة السيد معن الربط شكرا لكم ضيوفي الكرام شكرا على ساعة صدوركم مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة